وتقترب الخطى من رمضان أمور ينبغي على المسلم أن يراعيها في شعبان منها قضاء رمضان الماضي فمن كان عليه قضاء أيام من رمضان السابق لسفر أو مرض أو حيض ونحوها فليبادر إلى قضائها قبل دخول شهر رمضان فقد قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ولا يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان أو تخصيصها بعبادة خاصة قال النووي رحمه الله عن صلاة الرغائب في رجب وصلاة ليلة النصف من شعبان مئة ركعة وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحتان ومن الأحاديث الضعيفة والموضوعة المنتشرة في فضلها حديث إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها قال الشيخ الألباني ضعيف جدا أو موضوع وحديث خمس ليال لا ترد فيهن الدعوة أول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة الجمعة وليلة الفطر وليلة النهر قال الشيخ الألباني موضوع ثم إذا جاء آخر الشهر فلا يجوز أن يتقدم رمضان بصيام آخر يوم أو يومين من شعبان إلا إذا صادف أياما اعتاد الإنسان أن يصومها أو كان في قضاء رمضان ولا بأس بالتهنئة بدخول رمضان لما في دخوله من النعمة والخير ترجمة نانسي قنقر